طيب اهلا بكم اهلا بكم في مستر بيت واهلا بكم في فيديو جديد على القناة. طبعا النهاردة حبيت اعمل فيديو كانوا بيطلب مني من فترة. انتوا شايفيني مش فتح اي لعبة دلوقتي. فنهاردة يعني انا عارف ان قناتي قناة العاب بس اه واضح ان انتم عبزين تعرفوا انا بسجل ببرامج ايه. او بسجل مسلا ببرامج ايه. بعمل منتاج ببرامج ايه بسجل الفيديوات بتاعتي ببرامج ايه. فكل دي اسئلة للناس اه بتحاوز تفتح قنوات. خير بس نكونوا واقعيين. انا مش مش قناة يوتيوب ضخمة للدرجات دي عشان تستبصر ويني. بس واضح ان المحتوى بيعجبكم وجودة المحتوى عجبكم. وعاوزين تعرفوا ان اوصل للجودة دي ازاي. طيب اول حاجة اه انا بسجل الايه? الفيديو بتاعي ببرنامج ده البرنامج ده. لو ايه? جي فورس اكسبرينس بتاع الجي تي اكس. البرنامج ده مش بيشتغل غير ما يكون عندك كرت شاشة جي تي اكس. اعلى من تسعمائة وستين انا ما اعتقد. هو بيشتغل بالايه بالجي تي اكس فقط وفيرجن عال شوية عن المعتاد. انا بسجل ببرنامج ده بسجل الجيم بلاي بتاعي. طيب. النهارده مش بموضوعنا ببرنامج ده. النهارده موضوعنا ايه? النهارده بموضوعنا نعلمكم ازاي تسجل الصوت بتاعكم. اوكي? تعالوا مع بعض انا هوريكم ازاي نسجل الصوت وهكون بنفتح برنامج اهو. البرنامج ده برنامج فري. وده احسن برنامج تسجل بيه صوت. احسن واحد وهو فري. ما فيش اي بيدفع احسن من ده. عشان كده مسيطر على ايه? على على مواقع ايه? على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الميديا وكل ده وكل الاخبار بتسجل ببرنامج زي كده. اه طبعا اللي هي الشركات الضخمة بتسجل ببرنامج ضخمة تانية مقابل ايه بفلوس بس ده كان له برنامج فري فده صراحة لقطة. طيب النهارده مش عاوز يبقى فيديو كبير بس عاوز اشرح لكم اساسيات اللي عمل بالبرنامج ده. او اشرح لكم معنا صح البرنامج ده بيشتغل ازاي? طيب اول حاجة عندي في البرنامج ده عشان ابتدي اسجل عشان ابتدي اسجل لازم لما ننزل تحت عبر لازم اخليه تمانية واربعين هرتز. اعلى من كده ده اللي ايه? لو انت بسان في استوديوهات تسجيل ضخمة في بيعملوها على اعلى من كده. لكن انت لو قنوه على اليوتيوب فانت بتحتاج تمانية واربعين هرتز. دي اول حاجة انت محتاج تحدده في البرنامج ده. ثانية حاجة هنا. عندك كزا حاجة هنا. اول حاجة متسجل بيه. هتسجل بميكروفون ايه? هل المكروفون ده بتوصل على جهازك? هل المكروفون ده من من جهاز تاني? او المكروفون ده بتعم بيجب على لاتوب نفسه? ايه المكروفون هتسجل بيه? انا بحالتي انا هكون بتسجل بالميكروفون بتاع اللي هو ايه بليوتي? اللي اتي استيريو. اول ما تحد ميك كده؟ بيفتح لك حاجة هنا بيقول لك ايه ده المايك فوليوم يعني ريكوردينج فوليوم يعني انت عاوز الريكوردينج بتاعكي بعالي ولا بواطي على حسب بقى ما انت تتجرب انا كده كده عندي الزرار ده موجود في المايك نفس انا عندي زي ايه اختيار في المايك نفس اه في في الدفايس النفس مورك عامل زي بكرة بتعلي وتوطي الصوت منه دي طبعا حاجة موجودة في المايك بتاع بلويتي بس مش تلاقي موجودة في موازنة المايكات التانية فانت وكن تحدد الصوت اللي انت بكون تسجل بيه عالي ولا بواطي من هنا عشان لو مايك بعيد عنك فانت بتعلي لو مايك قريب منك فانت بتوطي وكذلك خلاص طبعا دي تحددها بناء على ايه على انت اختباراتك اللي انت بتعملها بعد كده بعد ما احدد المايك وحدد الصوت بتاعه هروح على الخانة اللي بعديها هيبعند خانتين ياما استوريو ياما مونو ايه الفرق بين الاتنين المونو ده لما عاوز لو عاوز الصوت يطلع في ناحية واحدة بس السماعات يعني عاوز التعب في الناحية اليمين في الناحية الشمال فقط. الستيريو ده الافضل بالنسبة لك انت ان هو يطلع في الناحيتين في اليمين وشمال بشكل ايه متوازن يعني ده قد ده عشان ما يطلعش واحد اعلم التاني في المونو. في المونو ده بيستخدموه في الاغاني عشان يطلع مسلا ايه? صوت الدرامز في ناحية صوت البيانو في ناحية وكذلك عشان يدي ايه؟ الشكل حلو الاغاني. لكن انت مش محتاجه. انت بس عاوز الايه الاستيريو بتاعتك. تالت حاجة محتاجة تحددها هو الصوت الايه اللي رايح لبدانك. رايح فين? رايح عن طريق ايه? اللي هو هل طلع طلع عن طريق اللابتوب وده ما انصحوش? ولا مسلا طالع مسلا عن بتاع بليتي عشان انا عندي بتاعي في مكان للسماعات. عشان تسمع تسمع لبسا كنت بتتكلم في ايه مكان للسماعات? هل عاوز انت عاوز يطلع من من السماعات بتاع بليتي? ولا انت عاوز يطلع من السماعات بتاعتك انت ولا من مايكروسوفت? فانا اقول لا لا انا عاوز اطلع من السماعات لان انا موصلها بالجهاز الهيتفون بتاعت اللي انا موصلها بالجهاز اللابتوب بتاعي. فانا عاوز الصوت يطلع هنا. بحيس لما اسجل حاجة وجه اسمعها يطلع لي صوت هنا. ميطلعش في منطقة تانية. تمام? دي اهم حاجات محتاجة اعرفها في ايه في البرنامج ده. بعد كيب انا يبدأ في عشان تسجل فانت بتروح الزرار الاحمر ده. اللي هو ايه? علامة ريكورد. ولما تشاور عليه بيديك يقول لك ايه? الريكورد اللي هو ايه? عشان ده ممكن يساجل في كازة او ممكن يساجل في ايه? في واحد. انا عملت هنا كده. يا نبصوا. لما انا اتكلم كده هتلاقي الصوت بتاعي بيطلع دلوقتي في قدامكم. زي ما انتشايفين هتلاقوا لو انا سكيت دلوقتي وخلي بالكو بس ايه? من البر اخضر لفوق. شايفين البر بيتحرك حتى وانا ساكت. فايه اللي بيحصل? انت عندك صوت مروحة. عندك صوت مسلا ايه? ده وش جنبيك وش جنبيك. ايه اللي بيخلي الصوت عندي في الفيديوهات في الفيديوهات بتاعتي بيطلع الصوت نقي. هو البرنامج ده. انا بس اجل عادي البرنامج ده واول ما خلص تسجيل هعمل كده. هوقف. فتعمل مسلا اسمع سجلته. اقول لكم حاجة. ده لانا سجلته. انا عاوز احزف لانا سجلته فهعمل كده اهو. هدوس على لامة غلط اللي هنا. طب لأ انا مش عاوز اللي انا سجلته. انا عاوز انا وقفت واسا انا وعاوز اكمل عليه. انا عاوز اكمل عليه. فبتدوس شفت ار. شفت ار. والدوس ايه? دوس كده. هتلاقي بيكمل عليه التسجيل بتاعك. طب لأ انا مش عاوز اكمل عليه. انا هوقف تسجيل كده. انا مش عاوز اكمل. انا عاوز اسجل في حاجة تانية. في تاني. في تاني تحتي. هتدوس على ايه? على العادية بس. اللي هي علامة هتلاقيه بيكمل عليه التسجيل بتاعك. طب لا لا مش عاوز اكمل عليه. زي ما انتم شايفين دلوقتي زي انتم سمعتين انا بتكلم دلوقتي في اللي فوق. هتلاقوا نفسي بتكلم بس في تاني موجود تحت. ده يرجع الاختيار لك. عشان عادة ما ما يحب الناس بتحب تحط ايه الايفكتات على كزا وفي ناس بتحب تحط على واحد وتريح دماغها. برضو حاجة ترجع لك انا بس بوضح لك انه ينفع تحط بتاعك في كزا واحد. طيب انا هعزف دي ومسلا هعمل الانترو بتاعي. عشان تيجي تسجل فانا اول حاجة اتعالي بقى خطوات دي. هسجل واسيب المايك يشغل مدة عشر ثواني. طيب اهلا بكم انا اتعمل معكم سر بيت والهلا بيك في القناة والهلا بيك في فيديو جديد على القناة. بس كده ده لانا سجلته اهلا بيك في القناة والهلا بيك في فيديو جديد لتنزفوا الاي انترو وانت بتعملها على اي عالقناة بتاعتك. يبانا عندك ده انا شغلت وراح زول بر ايه الاخضر اللي فوق. سمعت صوت مروحة. لو انت حاطة هندفرين وتتسمع في ده هتسمع صوت في مروحة في الايه في الخلفية. لا صوت ده مزعج قوي. عاوز اشيله. هعمل ايه? اول حاجة هتحدد الايه العشر ثواني اللي انت سجلتها في الاول انت سجلت فيها صوت مروحة. بعد كده هروح على افكتس. بعد كده اروح على نويز ريداكشن. وادوس عليها. وقبل ما ادوس عليها هياخد بتاع النوز ده. يعني ايه? هقول له انا عاوز اشيل الضوضاء اللي في الجانب ده. اللي انا محدد وعشر ثواني دي. انا عاوز اشيلها. فياخدوا بتاعتها. تمام? هو كل ايه? سجل بروفايل. طبعا اتعاوز اشيلها. هعمل ايه? هروح داز هنا على على هنا من تحت. هيتحدد كل هروح برضو على نفس الحاجة. بعد كده ممكن بقى تشوفوا الايه? عاوزوا ينزل بايه? ويطلع بايه? ممكن تشوفوا حاجاتي وتعفت وتعفت عمل لها ايه? اه تنسخها عندك في الايه? في البرنامج بتاعك. اه وزي ما تشافين انت ممكن تعالي وتوطي زي ما انت عاوز بس ده طبعا حاجة ترجع لك انت على حسب اه صوت الضوضاء اللي عندك. لو صوت الضوضاء عالي فانت بتعلي صوت الضوضاء عشان تتراح. لو صوت الضوضاء واطي قوي فانت بتقلل. فبرضو حاجة ترجع لك انت. اهم حاجة يبقى ايه يبقى فيش ضوضاء خالص. ماشي بعد كده هدوس اوكي? تمام. هو دلوقتي خلص. تعالي بقى نسمع. الصوت قل جدا. الصوت قل جدا. هتقول لها لسه فيه صوت تاني. وزي ايه? زي ما تشوفين لسه فيه صوت تاني. هت هعمل ايه? هباردو كده. واروح على افكت نويز. وتعالي. بعد كده تحدد كله زي ما احنا متعودين. تحددوا كله. بعد كده افكت. بعد ما بتعخد وتدوس ايه? اوكي. زي ما انتو شايفين دلوقتي انا بتكلم بس انتو شايفين ببرا اخدر فوق ما فيوش اي حاجة. ولما ايجا سمع صوتي. طيب اهلا بيكم انا تعمل معكم سربيت و اهلا بيكم في كناة و اهلا بيكم فيديو جديد على القناة. ما فيش اي صوت مروحة ولا اي صوت اي حاجة. تمامي? بقى انت بتختار بتاع الايه? او حسية بتاع الزلق الضوضاء على حسب الصوت اللي عندك. انا خلقتها اتناشر مسلا. لديك لسا في ضوضاء بسيطة. ستاشر. برضو حاجة ترجع لك انت على حسب الضوضاء اللي عندك. بس ما تعليش اوي ما توطهاش اوي. اهما حاجة تخليها ايه مستكرة ومفيش اي ضوضاء من بداية الايه? لحد نهايته. يعني بصوا مفيش اي حاجة فوق ايه شغالة. تمام? اوي كده. دي اول حاجة ما حتاك تعرفها واهم حاجة يعطب ان بتاك تعرفها انك ازاي تحشيل الضوضاء. طيب عندي هنا بقى الصوت بتاعي. ساعتي وبطب ساعتي على ساعتي وبطب ساعتي على. انا عاوزه في مستهى واحد. مش عاوز الواحد يكون شوي ايه? يعلم يوطي في الفيديو. اعمل ايه? هاعلم على كله. وانت بعد ما تخلص الجزء ده. تروح ايه? انت خلصت الجزء بتاع النويز. تروح ايه محدد وكانت روح يتشال. هل بقى عندك الجزء ده اللي هو من غير نويز. فاعلم عليه? هوروح وهروح على كومبريسور. ده زي ما تشافين الحاجات عندكم ايه? تنسخوها عندكم في البرنامج. الكمبريسور ده برضو دي فهتعدل وتقلل فيها زي ما اتعاوز. كل ما ايه? كل ما هتعلي كل ما هيوطى. كل ما هتقلل كل ما هيعلى. عشان دي بالسالب. او كي? فمسلا انا خليس على سالب تمانية. ماشي? او سالب تسعة سالب عشرة. زي ما انت عاوز وزي ما انت بتجرب. وعلى حسب ايه? اختيارك انت الشخصي. ده اللي بيخلي كله زي بعضه. اللي بيخلي مستوى الصوت كله زي بعضه. هحدى ده الحاجة اللي انا عاوزها. بس خلي بالك الدول. ده ايه? تمام. انت لو بتغير في الايه? في اللي فوق بس اللي هو ايه? بعد كده ايه? ادوس اوكي. ونشغل كده. طيب اهلا بكم وانتعب معكم سر بيت. والهلا بكم في كناة والهلا بكم فيديو جديد على القناة. زي انت رحيت كده فوق في البر الاخدر هتلاقوا معظم الصوت وواصل عند ايه? عند سالب ستة. وده يعتبر تمام. انت كده كل الصوت عندك ايه? واحد. طيب هتلاقي عندي في صوت طالع فوق قوي. في حاجات طالع فوق قوي. لأ مش عاوزها هتطلع فوق قوي. هعمل ايه? هتروح على على وتحط بقى بتاعك لسالب اربعه برضو ايه? زي ما انت عاوزها. وزي ما انت بتجرب. بعد كده ايه? بس عادة ان سالب اربعه طيب ايه? ايه صار لكي دوس ابلاي. هتلاقي عندك بص اللي فوق. راح. فلما الجاس مع تاني. طيب. الهي بكم معكم سر بيت. والهي بكم في القناة والهي بكم فيديو جديد على القناة. حالو. مفيش حاجة بتطلع عن ايه? عن الخط الازرق اللي موجود هنا ده. مفيش حاجة بتطلع عنها كل في المستوى ده. مفيش حاجة بتطلع اوي وفيه حاجة بتنقص اوي. فانتوا لحظوا الترتيب وحاولوا تكتبوه عندكم فرق كده بره. وتلاحظوه معي وتبدو ايه? معي خطوة خطبة وتجربوا معي. خلاص? يبقى احنا كده خلصنا الكمبريسور. خلصنا اول حاجة. النايز ريداكشن. بعد كده خلصنا الكمبريسور. خلنا كل الصوت زي بعضه. والهارد المتر اللي احنا منعنا اي حاجة تطلع عن الحد بتاع الكمبريسور ده. طيب بعد كده عاوز اعمل ايه? هلك ماشي الجميع الكلام ده جميل اوي. انا عاوز بس اخلي ايه? كل القمم بتاعت الصوت تبقى ايه? متوازنة. هروح على افكتس برضو هروح على نورمولايز. على نورمولايز مسلا هتحط برضو. انت قطت في الهارد المتر سيلبر بقى. حط هنا سيلبر بقى. نس اوكي. يبتدي. يعمل ايه? طيب الهام بكم انا تعمل معكم استر بيت. و الهام بكم في القناة و الهام بكم فيديو بديد على القناة. يبا دلوقتي الصوت كله بقى ايه? متوازن. لما عملت ايه? افكتس نورمولايز. طيب دلوقتي ايه? طيب انا دلوقتي انا صغير في السنة وصوت رفايع قوي. عاوز اخلي صوتي صوت ايه? اه كويس. هتعمل ايه? هتحدد على التراك برضو كده. وتروح على افكتس. وتروح على ايكولايزيشن. هعمل ايه هنا طيب? قالك هتروح على سيلكتو كيرف. واول الحاجة هتحي اختار بيز بوست. وده اللي هيعلي بتاعك يا كل ما تعليه كل ما يخلي صوتك غليص كل ما هتواطيه كل ما يخلي صوتك رفايع. انا بس انت بحب يخليها على ايه? على تلاتة ديسيبل. كنا هو. وادوس اوكي. شايفين اتغير شوية ايه? في الموضوع هنا. بعد كده برضو ايه? زي ما هي. هلأ اختار افكتس. واروح على بعد كده اختار اه ايه بوست. ودي هخليها زي ما هي عندي ايه? عندي هتزهق او ممكن تنزلها لحد ايه? ستة كمال لو انت عايوز. وهكي تدوس ايه? اوكي. فلنسمع كده? طيب. الهب بيكم انا تجمع معكم ستر بيت. والهب بيكم في القناة والهب بيكم فيديو جديد على القناة. ديوقتي بقى الصوتي صوت اعتيادي. بقى الصوت اللي هو ايه? اللي خارج من المايكة على طول. بقى الصوت عامر زي ما يكون متساجل في الستوديو. الصوت في شوية بيز في شوية تريبل. لو انت سجيل. وكزلك البيز لو انت سلتك رفاية ممكن تتخن صوتك هنا برضو ايه? بالبرنامج ده. دي ايه ده اعتبر معظم ايه. الحاجات انت هتحاجة انت بشتاج احاجة اكتر من كده. الكمبريسور الليكوليزيشن. النورملايز والهارد المتر. اللي ما ايه? لانا حاجات اللي انا ايه كانت الجنبية حروف دي. دي انت هتحتاجهم. طب بتقول مسلا انا سجلت وبصوتها انت طولها واطي قوي. عاوز اعليه. هتروح على ايه? ايه? وتعلي الصوت. كده هو. شايفين الصوت عالي. الصوت ايه? عالي. طب بتقول انا عاليته قوي انا عاوز مش عاوز اعليه. عادي جدا هتروح على ايه? ايه? وتوطيه. تكتب انا بقى بالسالب. تكتب سالب اتنين. بس. وليس اوكي. هيرجع زي ما كان. يبقى انت ممكن تعلي وتوطي الصوت تلقائيا بعد ما تساجله من تعليه او توطيه بكل اللي محطوطة عندك بايه? كله بيعلى وبيوطى مش الصوت بس اللي بيعلى كل حاجة انت بتحطها بتاعلى وتوطى. طب دلوقتي انا خلاص سجلت وجميل جدا وازي الفل انا عاوز بها ايه? اخرج الايه? الاوديو ده عشان احطه في برنامج المنتاج بتاعي. هعمل ايه? هتدوس كنترول شيفت اي. هيفتح لك دي كده. تقدر تحط فيها الحاجات اللي انت عاوزها. فانت ممكن بس هنحط ايه? زي كده. ولما ادوس هيزهر لك كامل زي كده. انت لو عاوز تحط مسلا او طايتل ولاش دعوك ما يكش دعوك بالحاجات دي ما حاجات دي حاجات للناس اللي بتساجل لاغاني. انت بس هدوس اوكي وهيتسجل معاك الفيديو في الفولدر اللي انت حددته. تمام كده اظن بكده اوضحت معظم الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها في التسجيل البسيط لليوتيوب. لاحظوا ان ده تسجيل بسيط لليوتيوب. لان البرنامج ده برنامج عميق جدا في الموضوع. برنامج ايه? عميق جدا. او نتناو. في ايه اه ده التسجيل البسيط في اليوتيوب. لو انا عاوز احزف اي جزء من الصوت بتاعي بعلم الجزء ده. وادوس دليت. بيتحزف والباقي بيتضم على ايه? على قبليه لو انت مثلا غلطت في حاجة وعاوز تحزفها من ايه? من الموضوع. تمام? فبكده اتمنى يكون الفيديو ده اعجبكم. الفيديو طبعا غريب شوية عن الموضوع. وهسيب اللينك التحميل بتاع في اول اه اول هسيب اللينك التحميل في الوصف تحت هتلاقيه اول لينك هتلاقي لينك التحميل تقدر تروح تحمله وتجرب معي الخطوات دي. وتكتب بقى معي ترتيب الخطوات اللي انت بتعملها واحدة واحدة لحد ما بده خلص تسجيل. وتقدر انت تجرب الحوار ده كله بنفسك. بس طبعا مرحوظة. انت ممكن لما تيجي تسجل بمايك بتاعك ما يطلعش بالحلاوة بتاع مايك بتاعي لان انا بسجل بمايك احترافي. فانت ممكن عشان كنت بجربة زبان لما كنت بسمع فيديوهات دي وتعلم كنت بسجل بالمايك القديم بتاعي لو تفتكروا الناس اللي كان بتشوفني من زبان عالقناة كمايك بتاعي قديم. بس برضو مع انه كان قديم وكان وحش كان بيطلع صوت معقول بالنسبة لي. لانه كنت بستخدم بالنمج ايه الوداسيتي. فدي طبعا حاجة تفرحني ان شوف الناس بتستمتعوا وتسأل على زي انه بسجل. ولو عاوزين او ازاي بسجل انا بعمل المونتاج بالسوني فيجاس. فلو انت عاوزين ايه تعرفوا ازاي بسجل انا اه او بعمل المونتاج القصدي بالسوني فيجاس. برضو عرفوني في كومنتات تحت. ويلا شوفكم رجاية. يلا. السلام.